بكرة مطشي نهائي بأبطال أسيا بين قطر والأردن وكمان مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية بين جنوب أفريقيا والقنوب وبعد بكرة النهائي بين نيجيريا وكوتيفور خلونا نتكلم عن كواليس المطشاط دي مع أمير نبيل الناقض الرياضي صباح الخير يا فاندم صباح نور السلامية تحت تحياتي لك لكل مشاهد أهلا بيك وشايفين إزاي أو حضرك شايف إزاي نهائي بطولة أسيا بكرة بين قطر والأردن ما فيش هك طبعا يعني يمكن النهائي الأول العربي الخالص ما بين المنتخبين العربين طبعا منذ نسخة 2007 اللي جمعت ما بين المنتخبين السعودي والعراقي وكان فاز فيها المنتخب العراقي وأدو جاء بالأقل بطولة الحقيقة مشوار هاي للمنتخبين القطري والأردني يمكن منتخب الأردني صاحب الإنجاز الكبير ووصول لأول مرة في تاريخه لازم مرحلة من الطاقة يمكن كان أقصى إنجازات وصول دور التماني ولكن وصل في هذه النسخة باستحقاق تام إلى البطولة أيضا نفس الشيء بالنسبة للمنتخب العراقي سمع المطش اللي فات يعني كان مسيطر من أول المطش لآخره صحيح يعني وقال بمبارة كبيرة جدا أمام منتخب وهو منتخب كبير منتخب كوريا الجنوبية واللي يمكن كان استقابل قبل كده معا في دور المجموعات وانتهت المبارة بالتعادل بصعوبة صارح المنتخب الكوريا الجنوبة لشأن كده في شخصية كبيرة في هذه النسخة من البطولة للمنتخب الأردني بقادة المدرب المغربي الحسين عموتة الحقيقة يعني بيقدم أداء هايل وعدد من اللعبين يمكن قدموا مستويات مزيلة موسى التعماري يازل النعيمات وكتير من اللعباء اللي خطفوا العنظار في هذه البطولة تحديدا فبالتالي المنتخب الأردني الحقيقة أزهل الجميع بهذا الأداء الكبير نفس الشيء بالنسبة للمنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور يمكن أيضا تخطى منتخب إيران وهو أحد المنتخبات أيضا اللي بتقدم مستويات كبيرة دايما في البطولات الأسيوية ولكن تبقى عقدة دور نصف النهائي بالنسبة للمنتخب إيران مستمرة ويبقى المنتخب القطري عنده تمحط في الحفاظ على لقب البطولة اللي حققوا في نشخة 2019 فلتالي وجهة كبيرة بين منتخبين عربيين المهم بالنسبة لنا اللقب يظل عربين ودي حاجة جيدة للكرة العربية بعد خروج عديد من منتخبات العربية في الأدوار السابقة من البطولة الأسيوية منتظر نهاية يبقى كبير منتظر نهاية يبقى مسير ما بين المنتخبين العربيين أعتقد نحن نشوف كرة حلوة زي ما مشوار المنتخبين في البطولة حملت من ملامح جميلة وخصولا إلى المباراة النهائية صحيح خلينا بقى ننتقل لأفريقيا ونشوف تحديد المركز الثالث شايفه إزاي يعني هي بالتأكيد بتبقى يعني تحمل نوع من الأحباط شوية ما بين المنتخبين اللي بيخسروا فيه الدول نصف النهاية منتخب جنوب أفريقيا خسر بي رقلات التريح بالسيناريو صعب أمام ناجيريا سيناريو مسير نفس الشيء بالنسبة لمنتخب الكون والديمقراطية اللي خسر أمام صاحب الأرض وكمور منتخب كوديفور وبالتالي يعني أقصى تعويض المنتخب الخاصة بيحاول أن هو يحصل عليه في هذه البطول وبعد ما فشرت في أثر الله هو الوصول للمركز الثالث منتخب جنوب أفريقيا يمكن منذ يعني نسخة ستة وثانين ثم 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 ثمثلثة اللي وصل فيها للنهائي حصل على لقبه الوحيد ثم 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 ثمثلثة وصلها في النهاية من منتخبنا الماثل بتأكيد سعى المنتخب جنوب أفريقيا قالها العقائل لانه هو يعير بالمركز الثالث وانه هو يخرج بالمركز الثالثة منتخب الكون والديمقراطية كان في جوابته واللقابين السابقين في أوقات سابقة. بيحاول أن هو أيضا يبقى على الأقل تالت الترتيب. بالتأكيد بيبقى فيه اعتبرات كبيرة لهذه المبارات من حيث المجهود البدني من حيث جاهزية من حيث التعزاز. أيضا العامل المعنوية بيبقى لها دور في هذا النوع من اللقاءات. وبالتالي ممكن يشوف نحن نشوف مبارات كبيرة ما بين المنتخبين. لأن الاثنين الحقيقة دموا مميز جدا. مصول هنا المباراة تضرق كبير في المستوى وصولا الأوضل في المراحل القائمة من البطولة. النسخة الحالية من البطولة المرادة فيها مفاجآت وكرة حماسية. مفاجآت كتير جدا. شايف المباراة في التالت والرابع هتكون كده فعلا ولا الفرقتين خلاص فقدوا الشغف. هو زي مباراة حكيم في كتير من النسخ السابقة بتبقى فيها حالة منفق تاني الشغف شوى بالنسبة للمنتخبات. ولكن التحقييد المنتخبين الجري. منتخبين جنوب أفريقيا وكونوا الديمقراطية يمكن كان عندهم ده وفع كبير للوصول للنهاي وكتابة التاريخ. عندهم الاثنين خبرة من الوقتاب حتى ولو لقب ها بالنسبة للمنتخب جنوب أفريقيا ولقبين المنتخب كونوا الديمقراطية ولكن حتى على مستوى الأداء ومستوى اللاعبين في كل منتخب كان فيه مستوى كبير جدا من كتير من اللعيبة في المنتخبين وكتير أثبتوا لقصهم بشكل جيد. أيضا مدربة كلا منتخبين سباس كانت السابر بالنسبة للمنتخب الكنغولي وهوكو بروس بالنسبة لجنوب أفريقيا. عندهم برضو فكرة الحصول على المركز التالث والمركز التالث الشرفي. يمكن دافع أكبر لأنه ينهي البطولة بشكل جيد. خاصة أن الأداء اللي قدموا كل منتخب طول فترة البطولة. ممكن الحافظ قوي أنه يتغلب على فكرة إحباط عدم الوصول للمباراة نهائية. ويجيهم دافع أيضا إضافة أنه يحتم البطولة بشكل جيد خاصة بعد المشوار مميز لكل منهما. طيب وعلى ذكر المباراة نهائية يعني بتشوف المباراة نهائية إزاي هتكون بين نيجيريا وكوتفار يوم الحد؟ بالتأكيد طبعا مواجهة قوية جدا هي المواجهة اللي يعني مكررة وما بين المنتخبين على مستوى النسخة الحالية من البطولة لتاسع مرة بتحصل مواجهة مكررة في البطولة يعني منتخبين يلضقوا مرتين في نفس المشوار البطولة يمكن المنتخب الجواري كان خسر فيه مباراة الأولى ضد منتخب نيجيريا بهدف دون رد كان هدف من راكل كذا ساكله ويليام تراست إيكون المدافع وقائد المنتخب النجيري إجمالا على مستوى تاريخ المواجهات يتفوق المنتخب النجيري في مواجهات كأس الأمم الأفريقية السبع مواجهات ما بين المنتخبين أربع انتصارات نيجيرية انتصارين لكوديفورو والتعادل وحيد فبالتالي مواجهته بقى مش سهلة على صاحب الأرض والجمهور هيحاول فيها أنه هو يرد الالتبار لنفسه ولجمهير والفوز منتخب كوديفورو زي ما احنا عارفين أنه عاد من بعيد جدا كان خارج حسابات البطولة ضعر الخسارة الكبيرة أمام جينيا الاستوائية بربعية المنظيفة اللي خلت حسابات التأهل بالنسبابه صعبة جدا جدا ولكن في شبه مواجهة أهل منتخب الإفواري ضمن أفضل طوالد المنتخب النجيري الحقيقة بعد التعادل الأول أمام جينيا البعض بدأ يشكك في قدرة هذا المنتخب على مواصلة المشهور لكن الحقيقة كان رد الفعل كبير جدا من هذا المنتخب بقيادة البرتغالي جوزيبي زيرو وقدر أنه من مبرال أخرى يقدم مستويات كبيرة ويقدم قدرة اللعيب على اللعب بجمعية كبيرة جدا وأداء مميز يمكن منتخب النجيري أقوى دفاع في البطولة بشكل كبير وقدر أنه يمكن مستقبل التشبك وجد هدفين من البداية البطولة هذا يعني أمر يدل على قوة الدفاع أيضا في التحولات الهجومية منتخب النجيري بوجود أفضل لحظة أفريق طبعا فيكتور أسمن بخلاف العديد من اللعبين أيضا المميزين سيبول موزز أليس إيوبي لوكمان ويمكن قادر أنه يشكل خطورة كبيرة على المنتخب مثلا لما تبقى المواجهة مكررة بيبقى المنتخبين كتاب بسطوح لكل منهم للآخر تمام بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك وشرحك الوافي على البطولتين سواء أسيا أو أفريقيا